بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو لشرح مسائل مادة نظرية الألانت The Theory of Machines ونواصل مع المحور الرابع Acceleration Analysis نأخذ الإكزامبل الأول في هذا المحور عندنا هنا The Crank of Slider The Slider Crank Mechanism rotates clockwise at a constant speed 300 RPMs The crank is 150 mm and the connecting road is 600 mm long حسب ما هو مبين في هذا الرسمة The Slider Crank Mechanism السؤال الأول Determine the Linear Velocity and Acceleration of Midpoint of the Connecting Road يعني المقصود Point D الجزء الثاني من السؤال هو مطلوب The Angular Velocity and Angular Acceleration of the Connecting Road at the Crank Angle of 45 degrees المطلوب هو في هذا الحالة يعني على زاوية 45 درجة مطلوب The Angular Velocity and Acceleration of the Connecting Road at a constant speed من السؤال الموقع التي يجبها في الوقع The Quadrant of the Connecting Road at a constant speed من المعطيات كالآتي كما شرحنا أنه سرعة الدوران الكرانكية 300 RPM دورة في الدقيقة من هنا نقوم بحساب سرعة الدوران بالرديونس بار سيكند اللي هي في الحقيقة تساوي يعني 2π على 60 ضرب 300 ربيم فنتحصل على 31.42 رديونس بار سيكند من هناك مباشرة يمكننا حساب السرعة الخطية للنقطة B بالنسبة إلى النقطة O فهي تساوي سرعة الدوران بالرديونس بار سيكند ضرب طول الكرانك نتحصل بالنهاية أنها تساوي 4.713 متر طبعا عمودي على البي بالنسبة للنونير على النقطة D نسرم الوسط 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 دياجرام مثل ما هو مبين هنا معنا في هذه الرسمة بالمقاسات حسب يعني سكايل محدد ثم بعد ذلك نقوم يمكننا تتبع الخطوات لرسم الفيلوستي دياجرام أول خطوة في الفيلوستي دياجرام هو رسمة الأو بي في الحقيقة الفيكتور أو بي في الفيلوستي دياجرام يرمز إلى سرعة السرعة الخطية للفي اللي كنت حسبناها 4.730 فنأتي إلى هنا نحدد النقطة أو ثم نرسم حسب السكايل 4.713 عفوا هنا 4.713 الفيكتور أو بي الفيكتور أو بي هو في الحقيقة سرعة الخطية لبي رسمنا أو بي اللي هي سرعة الخطوة الثانية من النقطة بي على الفيلوستي دياجرام نرسم الفيكتور بي أي إلى ماذا يرمز البي أي في الحقيقة يرمز إلى السرعة الخطية لأي بالنسبة إلى بي في أي بي ثم من النقطة أو نرسم الفيكتور أو أي اللي هو في الحقيقة يرمز إلى ماذا يرمز إلى سرعة الأي بالنسبة إلى أو بهذه الطريقة نجي هنا من النقطة بي نرسم الفيكتور بي أي اللي هو سرعة الأي بالنسبة إلى بي ثم بعد ذلك طبعا هذا لازم يكون في البداية الأو بي هو عمودي على الأو بي في السبيس دياجرام ثم الأي بي هذا عمودي على ماذا؟ عمودي على الأي بي في السبيس دياجرام أيضا ما نعرف القيمة لكن نرسم هذا الخط كده يمر من النقطة بي ثم عندنا الحركة للسلايدر هنا هي حركة خطية مستقيمة فسرعة سرعة الأي ستكون يعني على هذا المحور فنرسم من النقطة أو خط موازي لحركة يعني المسار الأي السلايدر أي فيجي خط مستقيم كده يتقاطع مع البي أي في النقطة في النقطة أي على طول الفكتور O O A هو سرعة سرعة الخطية للسلايدر A والفكتور B B A هو في الحقيقة السرعة الخطية ل A بالنسبة إلى B الخطوة الموالية طبعا باي مجيرمنت حسب السكيل هنا في الفيلوسيتي دياجرام باي مجيرمنت بنطلع إنه الفكتور B A اللي هو سرعة A B يساوي ثلاثة فاصلة أربعة متر بار سكند وسرعة الأي سرعة السلايدر اللي هي سرعة خطية اللي عنده حركة خطية مستقيمة هنا تساوي كم باي مجيرمنت تساوي أربعة متر بار سكند الخطوة الثالثة حتى نستطيع إنه حدد سرعة الميت بوينت D على الكنيكتد روت A B راح نقسم ثم الفكتور B A بنفس الريشيو اللي مقسم به الفكتور A B على الاسبيس دياجرام لأنه قانوني يشيقول بي دي تقسيم البي اي في الفلوسيتي دياجرام يساوي بي دي تقسيم البي اي في الاسبيس دياجرام بما إنه الدي هو الميت بوينت على الـ A B في الاسبيس دياجرام ضروري إنه سمال دي راح تكون الميت بوينت على الفلوسيتي دياجرام الميت بوينت للبي اي مثل ما هو مبين هنا في هذه الرسمة خلي نشوف عندنا النقطة دي هنا هي نقطة النص بين الـ A والـ B فعلى Space Diagram فضروري على Velocity Diagram النقطة دي أيضا هنا راح تكون نقطة النص على ماذا؟ على السيجمنت بي بي اي فيكفي أنه إيش؟ نربط نحدد النقطة دي اللي هي هنا نقطة النص بين البي والإي البي والإي عفواً ثم نربط مع أو هذا الفيكتور اللي هو ماذا؟ اللي هو أو دي هو ماذا في الحقيقة باي مجرمنت؟ هو الفي دي سرعة السرعة الخطية للنقطة دي اللي هي midpoint بالمتر بير سيكند فبي مجرمنت نتحصل على ماذا؟ نتحصل على الفي دي تساوي هي في الحقيقة الفيكتور أو دي تساوي وأربعة فاصلة واحد ميتر بير سيكند